أكدت توزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن مؤشرات الربع الأول من العام الجاري سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في صدرات السلعية حيث سجلت تزيادة بنسبة 22% من 100 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 لافتة إلى أنه من المستهدف الوصول بقيمة الصدرات مع نهاية عام 2022 إلى حوالي 40 مليار دولار وخلال استعرضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعية الأزمة الاقتصادية العالمية أمام مجلس النواب أشارت الوزيرة إلى أن الصدرات السلعية المصرية حققت تفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021 حيث سجلت نحو 32 مليار و300 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ نحو 27% مقارنة بعام 2020 لتحقق بذلك أعلى معدل تصديري في تاريخ التجارة الخارجية لمصر قال الرئيس التنفيذي للهيئة العمل الاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب إن الاقتصاد المصري يتمتع بالعديد من المقاومات التنفسية على رأسها باتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي وقعتها مصر مع محيطها الأفريقي والعربي خلال الأعوام الماضية جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العمل الاستثمار إلى دولة قطر لبحث ضخ استثمارات جديدة بسوق المصرية وعقد شركات استثمارية مع مجتمع الأعمال المصرية وخلال اللقاء أكد وزير التجارة والصناعة القطري محمد بن حمد بن قاسم الثاني أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين مشيدا بتجربة الإصلاح الاقتصادي الذي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية وتشجيع الشركات القطرية على دراسة الفرص الاستثمارية الوعدة بمصر استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ممثل شركة ألكزار إنرجي دانيل كالدرون لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وأكد شاكر على اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة من خلال رفع كفاءة وحدات الانتاج والاعتماد على وحدات ذات كفاءة عالية مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة حيث شهد اللقاء بحث سبل التعاون في مجال كفاءة استخدام الطاقة والهايدروجين الأقدر من جانبه أشاد ممثل شركة ألكزار إنرجي بما يمتلكه قطاع الكهرباء وتاقة المتجددة المصرية من خبرات كبيرة في المجالات كفة مؤكدا رغبته في زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات إلى البرصة المصرية التي تبانت مؤشرتها بختام تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع وأغلق رأس المال السقي عند مستوى 659 مليار وتسعمائة مليون جنيه وذلك وسط تدولات بلغت نحو ثلاثة مليارات ومائة مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر إي جي أكس 30 عند مستوى 10 ألاف وسبع نقاط وأغلق عند مستوى 9 ألاف وتسعمائة وست وثمانين نقطة منخفضا بنسبة 21 من مئة بالمئة وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 عند مستوى 1735 نقطة وأغلق عند مستوى 1753 نقطة مرتفعا بنسبة 21 من مئة بالمئة كما فتح مؤشر إي جي أكس 100 عند مستوى 2608 نقاط ليغلق عند مستوى 2629 نقطة مرتفعا بنسبة 79 من مئة بالمئة إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية لسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و60 قرشا للشراء و18 جنيه و67 قرشا للبيع أما بالنسبة للسعر اليورو فوصل سعره إلى 19 جنيه و87 قرشا للشراء و19 جنيه و96 قرشا للبيع بالنسبة للسعر الإستليني وصل سعره إلى 23 جنيه و32 قرشا للشراء و23 جنيه و42 قرشا للبيع بالنسبة لأسعار الدرهم الإماراتي وريال السعودي وصل سعر الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و6 قروش للشراء وخمسة جنيهات وثمانية كروش للبيع بالنسبة لسعر الرياضي السعودي وصل سعره إلى أربع جنيهات وخمسة وتسين قرشا للشراء وأربع جنيهات وثمانية وتسين قرشا للبيع أظهر مسح اقتصادي أن القطاع الخاص غير النفطية في السعودية وصل نموه القوي في مايو مسجلا نموا للشهر الواحد والعشرين على التوالي واستقر مؤشر ستاندر اند فورز جلوبل لمديري المشتريات في السعودية عند خمسة وخمسين وسبعة من عشر نقطة في مايو وهي القراءة ذاتها المسجلة في أبريل هذا وانقفض النمو التوظيف في المملكة بصورة طفيفة لكنه ما زال في منطقة النمو قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حامد خلف أن ارتفاع أسعار النفط سيناكس إيجابيا على الاحتياطات الأجنبية للبلاد البالغة حاليا أكثر من سبعين مليار دولار أضف نائب محافظ البنك المركزي العراقي أنه عند بقاء أسعار النفط عند المستوى الحالي فإن الاحتياطات الأجنبية للبلاد سترتفع لنحو 80 إلى 90 مليار دولار بالنهاية العام الحالي مشاهدينا عودة مرة أخرى لزملاء الاستكمال ما تبقى من السادسة شكرا جزيلا لك فاطيمة